موسيقى السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سنرى الطريقة للحل النظمات بالنسبة للجدع المشترك العلمي بالنسبة لفقرة سنرى طرق ثلاثة للحل النظمات وهما الطرق التعويض والتأليف الخطي الذي كنتم اشترونه في التاسعة ونزيده لطريقة اخرى الطريقة المحددة ونزيده لانواع هذه النظمات سترونهم غير فدعم بالنسبة للعام فيت الانواع هذه النظمات التي كنتم ترونه تكتبوا على هذا الشكل هذا اللبه الأحرى على هذا الشكل هذا يكونوا مكتوبين على شكل AX زائد BY كتساوي C الحوايج التي تبدأ هنا هذه المعاملات A A' B' B' C' والشيء التي نقلب عليها في النظمة هي القيم X و Y التي تشكل حل النظمة ما نفعله لحل النظمات كان لدينا 3 ترقف نجلنا وكل طريقة تكون صالحة في وضعها معينة مثلاً كان لدينا نظمة على هذا الشكل هذا X زائد Y تساوي ثلاثة و X ناقص Y مثلاً تساوي اثنان كمثال مثلاً عندي هذه النظمة في هذه الحالة ما نفعله نحاول إذا كان معامل من المعاملات X أو Y يساوي واحد يمكن أن نقوم بالطريقة للتعويض والطريقة للتعويض ما هي؟ نحاول أن نأخذ واحدة من المعادلتين أي هذه المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية أو بالأحرى المعادلة التي يكون فيها معامل X أو Y واحد منهم المعامل له كي تساوي واحد أو لحت ناقص واحد نأخذ واحدة فيهم يعني نضع أخرى أخرى نكتب فيها معادلة من المعادلتين كما هي مثلاً نكتب التحتانية X ناقص Y تساوي جوج والفوقانية نضع مثلاً X في واحد طرف أو نضع Y في واحد طرف ونضع أخرى يعني يمكن أن نحول هذا Y للطرف الثاني وتساوي X تساوي ثلاثة ناقص Y من بعد أن نجد القيمة X بدلالت Y يعني نجد X يساوي ثلاثة نأخذ ونعوضه هذا المعادلة الثانية ما سيضع عندي؟ ثم نعوض X بثلاثة ناقص Y ثلاثة ناقص Y تساوي جوج ما أفعله هنا؟ في بلاس هذا X أقوم بها ثلاثة Y هنا وهذه ثم نأخذ معادلة هنا فيها مجهول واحد وهو Y ما سيضع هنا؟ ثلاثة ناقص Y ثلاثة ناقص Y تساوي ثلاثة المجهول في هذه المعادلة هو Y ثم نأخذ ثلاثة ونضع الطرف الثانية يعني نضع الحل بطريقة ثم نضع الحل للمعادلة ونضع الحل ثلاثة ثلاثة ناقص Y تساوي ثلاثة 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 سوف نقوم بحثة ناقص 1 على جوج سوف نجد X كيساوي سوف نقوم بحثة مقامات سوف نقوم بحثة ناقص 1 الكل مقسم على 2 يعني X كيساوي 5 على 2 ومن هنا نستنتج ومن هنا نستنتج أن نحل النظمة حل النظمة يكون عبارة عن واحد نقطة أو لوحد الزوج عنده إحداثيات X Y يعني كنقول ومن هنا نستنتج أن حل النظمة هو الزوج ونقوم بحثة aquí في طريقة نحن نحن أن نحن أن نقوم بحثة ناقص بحثة نتجد نحن نحن أن نقوم بحثة نظرة بينما نقوم بحثة نظرة عن طريقة نظرة الثاني للطرف الآخر لمbag تنقع الخاص ب ان يكون مجهول مثل هذا المجهول سأ Hawk في المعادلة الثانية ومن بعد نتحصل على مجهول واحد نكمل ندير الحل بطريقة عادية حتى نلقى القيمة المجهول وفشكل القيمة المجهول الثاني نرجع نعوضه في المعادلة الأخرى ونلقى المجهول الأول ومن بعد نتوصل الحل نظمه طريقة التعويض ندير نفس النظمة ولكن هذه المرة نخدمها بطريقة التأليفة الخطية طبيعة الحل فإن ندير الحل ندير الحل هو 5 على 2 1 على 2 ندير الحل فإن ندير الحل سيخصص نلقى نفس النتيجة طريقة التأليفة الخطيئة ما هو الأساس؟ نحاول أن نركز على مجهولين X في المعادلة الأول والمعادلة الثانية أو X في المعادلة الأول يعني أول شيء أخذ أن أخذ غير واحد فيهم X أو Y ما نركز على واحد فيهم ما نفعل؟ نرى المعاملات المجهول مثلا أنا نفترض أن أركز على X و هناك معاملات المجهول و هناك معاملات المجهول هناك معادلة الثانية إذا كانوا يتقابلين مباشرة سأجمع المعادلاتين سأتحيّد X و سأبقى Y إذا كانوا يتقابلين سأحاول أن نفعل شيء عملية إذا كانوا يتقابلهم سأبقى إلى الساعة سألقى هؤلاء عملية المجهولات نجمع المعادلاتين سأجمع المعادلاتين سأجمع المعادلاتين أتولي عندي X تساوي 5 على 2 أجلت هنا قيمة X تساوي 5 على 1 من بعد أن أجلت قيمة X تساوي 5 على 1 ما نفعله؟ أخذ هذا X ونعوضيه في المعادلة الأولى أو في المعادلة الثانية يعني نختار واحدة فيهم لا نخدم بهم بجج نختار واحدة فيهم أنا سأختار هذه مثلاً الأولى يعني X سأعوضه ب5 على 1 في هذه الأولى وسأجل 5 على 1 زائد Y تساوي 3 من بعد سأجل 5 على 1 نحولها للطرف الثاني سأجل Y تساوي 3 ناقص 5 على 1 يعني أن Y تساوي سأجل 1 المقامات سأجل عندي 3 في جوج التي هي 6 ناقص 5 الكل مقسم على 2 يعني Y تساوي 6 ناقص 5 هي 1 يعني أغلقها 9 1 على 1 يعني بنفس الطريقة وصلت لأن حال النظم هو الزوج X 5 على جوج و Y 1 على جوج يعني هذه هي طريقة التعليفة الخطية بطبيعة الحال التعليفة الخطية تكون مزيانة في الغالب بينما الطريقة للتعويض إذا كانوا عندي هنا أرقام كي يخالفوا 1 أو لا ناقص 1 ما كتكونش طريقة ديل التعويض صالحة نهائيا كتخرج النتيجة ولكن كتطول عيك بزاف وكتزادوك الأعداد الكسرية إلى آخره بينما الطريقة ديل التعليفة الخطية كتكون مزيانة في غالب الحالات هذا بالمسحوات الشيء هذا وغانا عود نشرح لكم الطريقة الجديدة غتشوفها هذا العام في السنكيام وهي الطريقة ديل المحددة بالنسبة للطريقة ديل المحددة كنو كنديرو طريقة ديل المحددة النظمة كتكون مكتوبة بشكل عام على هات الشكل هذا يعني AX زائد BG كتساوي السي A'X زائد B'Y كتساوي السي بريم بحيث هاد A و B و الس و A' و B' و C' هي أعداد حقيقية يعني كتكون رقم جذر جوج ناقص 1 إلى 3 7 إلى آخره كنو كنديرو كنو كنحسبو المحددة ديل النظمة المحددة ديل النظمة كنو كندير فيها كنكتب المعاملة ديل X هنا و المعاملة ديل Y هنا صافي يعني المعاملة ديل X اللي هما A'A' كنكتب هنا A'A' و كنكتب من بعد المعاملة ديل Y اللي هما B' B' و بطبيعة الحال كنأخذ حتى الإشارات معهم يعني إذا كنت عندي هنا ناقص B' سنقوم هنا ناقص B' إذا كنت عندي هنا ناقص A سنقوم هنا ناقص A إلى آخره كل شيء هنا تقريبا كنعرف كيف يحسب محددة المحددة الطريقة كنحسبوه كنأخذ هذا و كنضربه في هذا اللي هنا يعني كنت عندي A'B' و كندر ناقص و كنأخذ هذا كنضربه في الثاني يعني غنأخذ هذا العدد و غنضربه في هذا اللي هي ناقص A' مضروبة في B' من اللي كنحسب هذه المحددة عندي احتمالات إذا كنت هاد المحددة هذه واحد إذا كنت هاد دلطة هذه كتساوي صفر كنقول أن النظمة ليس لها حل أو لا تقبل جميع الأعداد حلا لها أو لما شيعفون جميع الأعداد جميع الأزواج XY حلا لها وبطبيعة الحال غادي سنعرف أش من حالة فيهم واش لنظمة عندها تشي حل أو لنظمة عندها جميع الأزواج كيشكلوا واحد الحل دير النظمة الحالة الثانية اللي هي مهمة اللي كتكون 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 حفاها بزف اللي هي فاش كيكون مميز أو لعفوا المحددة دي النظمة كتخالف زارو من اللي كيكون ديلتا كيخالف زارو كنقولوا أن النظمة تقبله حلا واحدا هو الزوج XY حيث وغضي خصنعرف شحل القيمة دي الـ X وشحل القيمة دي الـ Y مباشرة كندير X كيساوي ديلتا X مقسومة على ديلتا Y كتساوي ديلتا Y مقسومة على ديلتا ها الديلتا اللي عندي في المقام ها الديلتا هذا اللي عندي في المقام هو اللي الدائجة كنكون نحاسبه هنا في الأول يعني مثلا خجريك يساوي 8 مباشرة هادي غنقسم على 8 وهذه الثانية غنقسم على 8 ماذا بقالي هنا بقالي نعرف ماذا هي ديلتا X وماذا هي ديلتا Y ديلتا X ديلتا X ماذا نفعل كندير واحد المحددة بما أن أنا بغي نحاسب ديلتا X يعني سطر الذي فيه X هو سطر الأول كنحيد ما كنكتب فيه ذلك المعاملات X ماذا كنكتب فيه كنكتب فيه ذلك المعاملات التي تساوي اللي هما S و S يعني كنجل سطر الأول X وكندير S S و سطر Y كنخليه كيفما هو كنكتب فيه المعاملات Y المعاملات Y هما B B يعني B B بينما ديلتا Y لعكس سطر X كنخليه و سطر X ديمن هو اللي هو هذا اللي عندي هناك يعني سطر X كنكتب فيه المعاملات X اللي هما A A prime كنكتبهم في حلقة A A prime و سطر X كنحيد و نقوم بها ذلك الشيء المعاملات تساوي C C و لا تبقى بعد هذه الخطوة غير حساب بساط المحددات يعني دلتا و سطر C B ناقص C B و نكمل الحساب عادي حتى نقوم بها X نفس شيء بالنسبة هنا نقوم بها A C prime ناقص A prime C مقسم على دلتا و نكمل الحساب عادي و سطر X و سطر Y و وهذه هي التي تسمى بطريقة المحددة سنعود مساحة شيء و سنخدم هذه النظمة التي لدينا هنا بطريقة المحددة النظمة التي لدينا هنا هي النظمة التالية 2X ناقص Y تساوي 1 ناقص 3X زائد 2Y تساوي 4 طبيعة الحال النظمة يمكن لك تدير الحل بأي طريقة كيف ما يريد يمكن لي ندير طريقة تعويض نخلي مثلا ناقص Y في الطرف و سنحول 2X للطرف الثاني و من بعد نضرب معادلة في ناقص 1 لكي نلقى Y حاك يساوي و نعوض Y في بلاست هذا و نلقى ما تساوي القيمة X و سنحصل عادي ولكن الطريقة للتعاوض كيف يكترون عندي المعاملات هنا يقول لكي خالف 1 و ناقص 1 تصعب عليه واحد شوية يمكن التطريقة تأليف الخطيئة تأليف الخطيئة كيف ماذا نفعله نرى المعاملة X و المعاملة Y نحاول نركز على وحدة فيهم و سنحاول نركز هنا في الحالة على Y كيف يبدأ هنا Y وهنا ينقص Y هذو لم يتقابلين ماذا نخصم لكي تكون متقابلين سيخصني هذه المعادلة كاملة نضربها في Y و ماذا يقول عندي 4X ناقص Y تساوي Y سيقول متقابل و سنجمعهم سنجمعهم سنجمع القيمة X و سنعوض في أحدا من المعادلتين لكي تلقى القيمة Y ولكن سنخدم هذه النظمة بطريقة المحددة التي هي الطريقة الجديدة التي لديكم في هذا العام وطبيعة الحال الطريقة المحددة تكون صالحة في جميع الحالات أو في جميع النظمات ماذا نفعل هنا اول حاجة نحسب المحددة النظمة المحددة ما نكتب فيها؟ نكتب فيها المعاملة X التي هي ناقص 3 ومن بعد المعاملة Y التي هي ناقص 1 2 ونحسب ونرى ما سنلقى هنا ناقص 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 1 في ناقص 3 ناقص 1 في ناقص 3 يساوي ناقص 4 ناقص ناقص 1 في ناقص 3 ناقص 3 ناقص 3 ناقص 1 ناقص 0 يمكن أن نستنتج أن النظمة تقبل حلا واحد هو الزوج X Y ناقص X ونقص X حيث X يساوي نقص X يساوي X X يساوي X ونقص 1 1 X ونقص X ونقص X ونقص X ونقص X ونقص X يقص double ونقص X ونقص X ونقص Q نقص X ونقص 7 وقص J ونقص AC وضع الزوج 2 المشترك علمي بالنسبة لهذا العام. سنحاول ذلك ندوز للشكل الثاني للنظمة اللي هو النظمة التالية. بالنسبة لهذه النظمة اللي عندنا هنا هنا ما عندناش الشكل اللي كنتكتبت في الأول اللي هو AX زائد BY تساوي C و A' X زائد BY تساوي C' هنا عندنا AX زائد BY تساوي C ولكن هنا عندنا X Y يعني مبينتهم الجداء مبينتهمش مبينتهمش جمع او لا تطرح بحال الحالات السابقين. ماذا سنفعل هنا؟ في الغالب هنا نفعل طريقة التعويض. يعني ماذا سنفعل؟ نحاول نجعل مجهول من المجهولين في واحد من الطرفين. يعني سنحاول نجعل هنا غير X و Y نفعل طريق الطرف الثاني. يعني في حالة الطريقة التعويض التي كنت صحت على الأول سنقول لي عندي إكس كي ساوي 3 على 4. هذا ناقص G سوف نفعل طرف الثاني سعيد من بعد ما لقدمت X كي ساوي 3 على 4 زائد Y ماذا سنفعل؟ سنحصل و venعوض في بلاس هذا الـ X اللي يجب أن يقول لي أنه يجب أن 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 يج يعنم يضرب وعث provides Eks2 وما نقوم بإمكان د practiced 4 بالا يطلب العددهُ المعادل tutor وسنقوم بإمكانك تزAR في م dermاقش congressسنين سنقوم بإمكانك سأكتشفっ 6 ويقوم بإضافة 8Y وإضافة 8 تضرب في 3 على 4 سيجب أن نعرف أن تساوي 8 في 3 على 4 8 في 3 على 4 هي 4 في جوجة التي هي 8 في 3 على 4 ستبقى جوجة في 3 هي 6 سيجب أن يقوم بإضافة 6Y سيجب أن يقوم بإضافة 6Y في 6Y سيجب أن تساوي ناقص 1 سيجب أن هذه المعادلة هي الدرجة الثانية سيجب أن نحلها في الطريقة وإن المعالم في الطرف سيجب أن نحلها بطريقة دلتة وماذا قلنا بحثة أخذ؟ قلنا بأن من المغرب أن طرق الطريقة الدلتة في المعادلة من الدرجة الثانية سيعجب أن يكون هناك أحد من الطرفين المعادلة فم تأكد هذا النقص 1 من الدلتة الأول سيعطي أن أكده هنا 8Y ناقص أو 6Y 2 أكد ساوي 0 وهذا قد سيعطي معادلة من الدرجة الثانية من المغرب أن تساوي النقص ما هو دلتة؟ هو باو السيطنان وهي ستاو السيطنان ناقص أربعة في آل آ هي ثمانية في السيل وهي واحد سنكمل الحساب سنقوم بلقى دلتة يساوي 36 ناقص أربعة في ثمانية هي 32 في واحد وهي 32 نفسها يعني سنقوم بلقى دلتة يساوي أربعة أربعة أكبر قطعا من السفر إذن المعادلة تقبل حلين هذا الشيء طبيعي هذا لك ستكون مراجعة يعني ستعرف كيف ستبدل حل للمعادلة من الدرجة الثانية الحل الأول هو إغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ يعني نقص 6، نقص 9، مقسم على 16 يعني U1 يعنيрей قليلن يعطützen نقص 6 impressed by希 vertically سيكون . و jogar 6 يمكن أن نقص ال واملون ما سنفعل onda? ما الذي لديه هنا؟ عندي X بدلات Y يعني اللي يدرس هنا واحد اللي يدرس هنا جوج اللي يدرس هنا جوج يعني اللي القيمة للX1 هي 3 على 4 زائد Y1 و X جوج تساوي 3 على 4 زائد Y جوج ونحسبهم X1 تساوي 3 على 4 زائد Y1 Y1 اللي لقيتها هي ناقص 1 على 4 يعني ستقول عندي زائد ناقص 1 على 4 والتاني X جوج تساوي 3 على 4 زائد Y جوج و Y couldn'tize يعني ستقول عندي 3 على 4 زائد ناقص 1 على جوج yay Wow said to say 3 على 4 ناقص 1 إلى 4 هي جوج على 4 يعني ستقول عندي X1 figure بينما X2 cela ستساوي سننوقع المقامات هنا 45 رائد 3 على 4 رقم ناقص الجوج على 4 يقوم بمثير 2 يعني بقينا يستنتج هنا إذن حل النظمة هنا لا لدي زوج واحد لدينا الزوجين سوف نقوم بحضرة X و Y و X X واحد 1 على جوج سنكتب هنا Y واحد 1 على 4 سنكتب هنا X جوج سنكتب هنا 1 على جوج Y جوج نقص 1 على جوج سنكتب هنا ناقص واحدة لجوج وهذا مهم الحلين من هذا النظمة في هذه الحالة وهكا ندر الحل لهذا النوع للنظمات في الغالب كيكون عنده جوج ديال الحلول في الغالب من بعد، سنستطيع الآخر لجوج الانظمات التي لدينا هنا وهو نظمات كندروا فيهم تغيير المتغير بالنسبة للنظمة الأخيرة التي لدينا هنا كيف لا نلاحظون أن نظمة الأخيرة لديه الشكل العادي الذي لدينا قبل هناك جدا مربع x زائد واحد زائد 2y تساوي واحد وهنا 2 جدا مربع x زائد واحد ناقص y تساوي ثلاثة كيف لا نلاحظون أن هناك شيء زائد واحد الحاجة في شكل وهي جدا مربع x زائد واحد في بعض الحالات يمكنك تلقى مثلاً x والسجوج أو y والسجوج أو واحدة لا y إلى آخر يعني كتلقى شيء ماشي ذلك الشكل العادي لكنك يقول له أنت عيقبلك كيف ندره بش نتخلصه منه؟ كنلاحظ أنه هناك جدا مربع x زائد واحد وحتى هناك جدا مربع x زائد واحد يعني كيف ندر؟ كنحاول أن نحيط هذا الشيء علينا وكندر مجهود جديد من عمدي انايا يعني مثلاً كنأخذ واحد حقاً x كبيرة في حالك سيجد مربع x زائد واحد كما ببقى شأنه تبدأ جدا مربع x زائد واحد كي لا تمرد في الحسابة وفي الخدمة كيف تقوم لديها في النظمة؟ تقوم لديها النظمة هي x كبيرة زائد y تساوي واحد وهناي اثنان اكس كبيرة ناقص اقغا كتساوي ثلاثة كيف ممكن اللحظة هذه اللي تبحندك النظمات العادية اللي كنت مولف يعني يمكن ينضير الحل بالطريقة دي التعويض او اللي التأريف الخطية او للمحددة انا نختار الطريقة اللي صالحالي هنا انا قد نضير الطريقة دي المحددة يعني انا بغيت نعرف هذه النظمة هادي وشكتقبلش حل الاولى لشنو سيحصل نحسب محددة هاد النظمة اللي هي المعاملة دي الاكس نحطم هنا واحد جوج المعاملة دي الاقلقة نحطم هنا هما جوج ناقص واحد جوج ناقص واحد ونحسب واحد في ناقص واحد ناقص واحد ناقص جوج في جوج ربعة يعني ناقص ربعة ناقص واحد ناقص ربعة هي ناقص خمسة ناقص خمسة تخالف سفر إذن النظمة تقبل حلاً واحداً هو الزوج X كبيرة هذه المرة هذه Y حيث سوف يخصناها أنها تساوي X أو أنها تساوي Y حيث X كبيرة تساوي و Y صغيرة تساوي بجوجب طبيعتها أننا نقسمه على دلتا يعني هنا نقسم على دلتا التي هي ناقص خمسة ولا نكتبها هنا ماشي مشكلة نقسم على دلتا هنا نقسم دلتا X و هنا يلاً 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 تساوي ل dzi root ven hoy القناية نقيص خمسة دلتا X سوف يخصنا أنزل المحدد الذي تث creams دلتا X و هناما سوف يضع المحدد الذي تث eksplle دلتا Y في كذلك ، ما اصدام دلتا X حيثنا توصل خسار X لايصف يمكنك أن يكون هناك شيئا ما بعد تساوي شيئا ما بعد تساوي هو 1 ثلاثة سوف نضع هنا 1 ثلاثة سوف نضع ذلك شيئا ما هو أو عفوا أن في delta x سوف نكتب star y كيف هو star y في 2 و ناقص 1 سوف نضع 2 و ناقص 1 بينما delta y star x سوف نكتب في المعامل x وهو 1 جوج طبيعة حلما لا نرى المعامل الأول يعني ربعنا سوف يكون 1 بينما delta y star y لا نكتب في المعامل و نكتب في المعامل تساوي وهو 1 ثلاثة سوف نحسبهم مباشرة 1-1 هي ناقص 1 ناقص 3 في جوج سوف نضع الى ناقص 1 ناقص 6 ناقص 7 ناقص 5 بينما هذه 1 في 3 ناقص 1 هي جوج ثلاثة ناقص جوج هي واحد ستعطيني واحد على ناقص خمسة واذا هنا كملت؟ لا باقي ما كملتش لماذا؟ لأننا وقيت القيمة غير دي الـ x كبيرة كتساوي سبعة على خمسة سنرجع للهناية ونرى حكت تساوي لـ x صغيرة أنا عندي x كبيرة هي اللي كتساوي سبعة على خمسة ما هي x كبيرة؟ x كبيرة في الأصل كانت عندي جادة مربع x زائد واحد يعني سنردها في بلاس هذه جادة مربع x زائد واحد سنرجع ذلك الشي اللي كان فيها قبل وجادة مربع x زائد واحد كتساوي سبعة على خمسة دبا عندي معادلة في هذا جادة مربع بrio كانت الوج Shall Kristus عملي بمجرد كنرفعها الطرفين 15 advise j من اللي قد نرفع الطرفين 16 ستحييج لن يوم هذا الجادة هدا معل إلي وقةتس وقد� leadsك Нزائد واحد وهنا ستقوم لدي سبعة على خمسة والستانان وهي 7alla وستانان وهي 47alla وستانان على خمسة والستان ovat اللي هي 25 من بعد هذا اللي واحد قد اح Lloyd سنجوoksها تساوي تسعة واربعين على خمسة وعشرين ناقص واحد ليهي تسعة واربعين على خمسة وعشرين ناقص خمسة وعشرين على خمسة وعشرين وتسعة وردكي ناقص خمسة وعشرين هي رابعة اugh وعشرين يعني غادلقى اكس تساوي ع Tortover 25 وهذه هي القيمة ديال اكس يعني Window حل المعادلة هو وقدمصبع الزوج اكس باللي القيت هنا ليهايان 24 العقل ليهيان 24 العقل يغرق اليRC اللي القيت قبل لي وهذه هي واحد على ناقص خمسة أو ناقص واحد على خمسة وهذه هي الطريقة للحل للنظمات بتغيير المتغيير وهذا الشيء الذي عندنا في هذا الفيديو وبالتوفيق للجميع